حياكم الله من جديد نشرح في هذا درس كيفية عمل searching باستخدام linear search إذا حتى نبدأ بنعمل كوم باكت جديدة واسميها com.search حتى أضع بها كل خوار زميات searching حتى تفيدك لاحقاً في ال GitHub ثم وكوني كلاس جديد واسمي linear element search وأتأكد أنه أفعل هذه المين ميثودة أعملها تفعيل كيف نعمل linear search يعني أفترض أنه عندي size أو حجم للبيانات نفرض أنه الحجم إذا أعمل بي هو مليون واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ستة هاي السائز اللي أريد أعمل بي يعني عدد الأيتم فأعرف integer array تحتوي على numbers بها مليون number فيساوي أنه new integer element يعني مصفوفة بحجم بحجمها مليون الآن إذا أعمل إني شرازة داخلها data فقل له for أنت جارة i يساوي أنه 1 فإذا مغضى i أصغر من size أو أصغر أو يساوي أنه size فإذا مغضى i plus plus مجرد أعمل initialize للنمبر فالنمبر بالنسبة لـ i minus 1 يساوي أنه الـ i أو ممكن إذا كنت انتهيت ترى أنه عن ما معقدة أنا أعلم أبدأ من الصفور و أصغر أصغر من size وأقول له للـ i وأتوقع هذا يسهل لك بالماث يعني مجرد مصفوفة بيها مليون رقم إذا هذه عبارة إيش عبارة define array with million ordered number يعني عرفنا array بيها million number order أوكي الآن نعمل searching في هذه المصفوفة كيف نعمل searching بالنسبة للـ linear search كيف هي عملية البحث linear search كيف توقع عملية البحث أو إن أكيد رح تكون عداد نفس هذه العداد يبدأ من 1 إلى size وتبحث عن الرقم اللي أنت تريده نفرض هذا الرقم اللي نبحث عنه integer search بهذا الشكل number اللي نبحث عنه هو هو 1111 بهذا الشكل هذا الرقم اللي نبحث عنه فنقول له أوكي إذا كان number للـ i يساوين يساوين النمر اللي نبحث عنه خلاص إحنا لقينا syso نقول لك number is found يعني لقينا هنا الرقم وعملنا break وإذا ما لقيه أكيد ما رح يقول لنا number is found وخلاص هذا هو الـ linear search كم وقت يستغرق هذا يستغرق end time نعلم كم يستغرق يستغرق constant time يعني يفرض أنه c1 وهذا c2 بهذا الشكل وهذا أيضا c3 فnvc فهذا الخوارزمية تحتاج المن تحتاج بgo off حتى تتنافذ أنا رجيت أعملت run أكيد رح يقول لي number is found 100% number is found مفروض لقاء موجود ضمن الـ range لكن بعد كم محاولة وجدنا الرقم دعني أعرف لك integer tries أو number try عدد المحاولات يساوي أنه 0 أوكي هذا عدد المحاولات يساوي أنه 0 ففي كل محاولة تبحث هنا أضع لك يا بينقوسيا الف طبعا مو هذه هذه الف من هنا هذه بعد كل محاولة تبحث أقول لك أزود هذا العداد بمقدار واحد حتى تعرف أنه الرقم مجتب بعد كم محاولة ثم أقول لك SYSO بهذا الشكل find after try عرض لك يا number of try number of try بعد عدد المحاولات يعرض أنه number of try كل إذا تشوف وكي يا إذا شوف وكي أنه بعد كم محاولة وجدنا الرقم اللي اسمه اللي 777 اللي number is found من هو الرقم اللي هو 1111 وجد لك يا بعد 1111 محاولة لأنه حاول 1111 حتى وصل لأنه هو لين يعني للبيانات اللي إحنا هادنا لو جد قلت له 99999 بهذا الشكل hopefully أنه الرقم ضمن range يقول لك number is found بعد هقل عدد من المحاولات هذي بالنسبة للينيار سيرج إذن اللينيار سيرج يستغرق end time انظر كم هو الوقت اللي يستغرق حتى يجده لأنه اللي نرى لاحقا في الدروس القادمة بالنسبة للباينيار سيرج كم موقت نستغرق حتى نفذ الكود لكن هذا الكود حتى أجعله أكثر كلير يعني ممكن ممكن هذا تنقله لكلاس ثاني أو ممكن مجرد تعمل له copy بالنسبة للعمليات اللاحقة أقصد بيه كلاس ثاني هنا تسمي لك class من هنا تسمي generate numbers بس لكن ما حيدا وخيك أوفاك 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 منا خلي الكود نفسه نسخة واستخدمه في مكان آخر حتى لها الدرس شكرا لك في أمان الله شكرا لك